من المرجح وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بحسب ما جاء في وكالة رويترز وهذا ما يشكل ضربة مالية واقتصادية كبيرة للبنان فماذا يعني ذلك؟ وما هي التداعيات؟ في هذا الإطار تشير المعلومات إلى أن سبب دخول لبنان ضمن هذه القائمة يعود إلى عدم الالتزام بالمعايير الدولية المالية وإذا لم يعد القطاع المالي والمصرفي للعمل بطريقة سليمة فبقاء لبنان ضمن هذه القائمة لن يكون مفاجئا وبحسب المعطيات فإن وضع لبنان في القائمة الرمادية متوقع لدى الأوسط الاقتصادية منذ أشهر نظرا لتحول الاقتصاد اللبناني إلى الاقتصاد النقدي وهذا ما أدى إلى فرض علامات استفهام نظرا لما يعنيه ذلك من عدم التزام لبنان بقوانين الامتثال الدولية وفقدان السيطرة في المصارف تفيد المعلومات بأن عدة دول أوروبية ترفض استقبال حوالات صغيرة من لبنان وأخرى أقفلت حسابات للبنانيين وبالتالي فإن وصول لبنان إلى هذه المرحلة طبيعية وقد تؤدي هذه الخطوة إلى رفض الكثير من الدول لعمليات التحويل من لبنان حتى عبر حسابات الفريش لعدم قدرتها على معرفة مصدر الأموال ومن النتائج السلبية التي قد تحصل إقفال حسابات اللبنانيين في الخارج ومنع كل عمليات التحويل المالية مهما كان حجمها من لبنان إلى دول العالم تحويل الأموال إلى أولادهم الذين يدرسون في الخارج وتشير أوصات اقتصادية إلى أن هناك لبنانيين لديهم جنسيات أوروبية أقفلت حساباتهم في عدد من المصارف الخارجية ولا يمكنهم فتح حسابات جديدة بسبب عدم قدرة هذه المصارف على تحديد مصادر الأموال وتخوفها من شبهات طبيعية الأموال وهذه المخاوف التي تنعكس على المواطنين هي بسبب الشبهة على البلد نفسه وتمنت أوصات اقتصادية متابعة أن يعود لبنان عن هذا المصار ويزال من هذه القائمة وإلا فإننا سننتقل إلى مرحلة أشد صعوبة وأكثر سودوية إذن لبنان يواجه خطرا اقتصاديا وماليا جديدا وبحال تم وضع لبنان في اللائحة الرمادية فالأوضاع المالية والاقتصادية ستزداد سوءا بلا شك على الكثيرين من اللبنانيين